ارحب مرحباكم شباب كيف الحال معكم اناس او شيخ العرب سلسة جديدة لنزلها في القناة المهام اليومي اللي لازم تلعبين في فورتنايت توريز زومبي انفوت مقدمة الشيوخ على السريع اعلان المتجر متجر شيخ العرب متجر الخاص في القناة اول واكبر متجر عربي متخصص في فورتنايت توريز زومبي وحسابات باتاريال فل اكسيز مع حسابات توريز زومبي رابط المتجر موجود في وصف هذا الفيديو المهام اليومية وتجديد المتجر الاسبوعي في توريز زومبي للأسف لليوم ما فيها مهام في باكس ولكن فيها مهمة جدا حلو بتعطينا هيرو مجاني ليجندري اللي هو تري بلاستر اي سي هيرا وتلندر فيكم تحصل عليه بشكل مجاني ليجندري لما تلعب مهمة الفان لفل مئة واربع وعشرين لهاي المهمة لمرة واحد بس وبعدها راح تأخذوها المهمة مش درب أربع على شي بس يعني ممكن تلعبها سهلة ولكن هي يومية فبكرة راح تتغير فتأكد انك تحصل على الهيرو بالنسبة لعوهام لفل مئة وستين مهمة تفريم فيها المهمة لو لمش كثير قويات مهمة الفان تغطينا ضرب خمسة هيرو اكس بي مهمة الشلطر ايفاكو اذا شلطر ضرب خمسة هيرو اكس بي وفينا مهمة الأربع أطلس تغطينا ضرب خمسة للمفاتيح واحلى مهمة بنات اللي هي هاي المهمة لتصليح الشلطر بتعطينا ضرب خمسة ليجندري بالنسبة للمجهر الاسبوع تجدد عنا ونزل عنا مش كثير واو فينا دفندر شودغان دفندر شودغان من أسوأ الدفندرات الموجودة في تور الزومبي ولكن تأكد انك تشري الجندر فلكس السيرفايفور الايبك وفينا شخصية سيرجانت جونزي مش كثير قوي ولكن ممكن تستخدم كسابورت كثير فينا اكيد موارد تطوير لازم تتخلصن كل الهن وبالاضافة تشري الريبيرك والمفاتيح بشكل كامل بالنسبة للإفنت فينا شخصية المونكس عمنا على مراجعة كاملة من قبل لانه فيك تكتب اسم الشخصية وتشوف اذا بتناسبك او لا ولكن اذا نافذ ناسبتك او لا ممكن تشتيها لانه هي بالذهب والذهب سهل تحصل عليه في تور الزومبي لانه ممكن لك الدام تخدمها كسابورت تيم او اذا انت حابب مثلا او تستخدمها كسكن فينا اللي هو سنتريت الهربر من اقوى الشخصيات اللي بتجمع ما بين الدمج والإمباك فتأكد انك تحصل على هذا السلاح لانه هذا السلاح افنت فانها السلاح اصلت القطار طبعا معمول لكل المراجعة هذور الشخصيات عنا في القناة فيك تكتب اسم الشخصية واسم السلاح وتحصل المراجعة كاملة اللي اسلعب بشكل مفصل سلاح القطار دمجه جدا اسطوري ايسي كوين مش كثير قوية ولكن ياه هي بالذهب مستدس القهوة للفن ولا المتعب بس اللي هو اغلب مستدسات في تور الزومبي ما نستفيد منهن شخصيات اللي جندر دائما برد عيدها انك لازم تشترين اول باول لان اذا الشخصية مش قوية ممكن تعطينا تيم بيرك نستفيد منه يكون تيم بيرك جدا قوي ونعتمد عليه فتأكد انك تشت دائما شخصيات الميثيك بلاك نايت جاردن مش كثير قوي ولكن تيم بيرك طبعا ممكن تستفيد منه لانك تسادر من اقوى شخصيات النينجا والسب زيرو زينث من اقوى شخصيات الاوتلاندر متخصص في السنايبر فتأكد انك تشتريهن وكيد تشتريهن شخصيات تانك بني الارمور سلوت والاسلحة هؤلاء فيك تعمل ان اسكيب ليس قويات وان اسلحة عادية ليس اسلحة هادا سيرفايفر لجندر اكيد تشتريهن 700 ذهب سيرفايفر لجندر مهمة الفرن لسه موجود في توري الزومبي وتأكد انك تخلصها كما يخلص الحدث لان صور نقاطين تقريبا نصف المشوار المهمة عبارة عن 20 هجمي وتأكد انك تخلص انك تقعد معك ساعة ونصف حاليا متوفره في متجر شيخ العرب فيك تطلبها من متجر ان شاء الله بفوت معك ونساعدك وتخلصها وتحصل على البانر اللي هو من احلى بانرات الموجودة في توري الزومبي بانر التاج دل معك شوية وقت اكد انك تلعب كل يوم على الاقل نصف على الاندجر زون حاول لفل لفل لفلين لانه هو يعتبر الاندجيم لطوري الزومبي عشان ما يجي اخر السيزون وتلحك فيه وصير لفل لاخر فترة ويروح عليك لان جوائز الاندجر زون جدا حلو وبعطيك السوبر شارج اللي بعلي لفل للحساب بشكل عام بالنسبة للأسلحة والإضطرابات او الشخصيات المعاك الهيرو الاساسية او السيرفايبر وبور للحساب بشكل عام ويكتك رو ومصل لناية الفيديو لايك شير سبسكرايب بيس هماوت